صباح خير يا جماعة أنا نايل الشفعي بحييكم النهاردة 10 سبتمبر 2023 حابب أتكلم معاكم على انتهاء الملء الرابع لخزان صد الخراب مبارح حكومة إثيوبيا أعلنت انتهاء الملء الرابع والصور اللي طلعة شكلها مخيف المية قليلة جدا فوق قمة السد اللي هي عند منسوب 620 مية قليلة جدا المنسوب السنة دي مصر بيجي لها كل سنة بيجي لها 55 مليار متر مكعب منهم 48.5 بيجي لها من النيل الأزرق 48.5 السنة دي اللي هيجي لمصر من النيل الأزرق 2 مليار متر مكعب 2 بدل 48.5 هيعيشوا ازاي المصريين لازم نفهم الموضوع ده ده أهم مليون مرة من المشكلة المالية وسعر الدولار 3 وغاز وما فيش غاز وكل الكلام ده كل الكلام ده كله كلام فارغ انت مش هتلاقي تاكل ولا تشرب بانه مفيش مية وفيه ألعاب كتيرة بتحصل وراء الكواليس سواء بيلعبوها العسكر في مصر مخبيين على الشعب هم مضوا على ايه وبيتفقوا على ايه على حساب الشعب فيما يتعلق بمية النيل فنلاقي دلوقتي ان المية موجودة دلوقتي الفيلم كله موجود انه اخر الاخبار او ما بيحاولوا يسربوه احنا عندنا في مجموعة مصادر شكلها كلها مريب وكل واحد فيهم بيحاول يسرب حاجة وانا في شك منهم كلهم سواء اللي بيقولك محمد بن زايد جي مصر من ثلاثة اسابيع كان كل طلبه انه عايز ياخد امضة من مصر انها موافقة مصر موافقة على ان الحبشة اثيوبيا تدخل شريك متالت ان الحبشة تاخد تلت المية اللي طلعه عند الحدود ما هو حسد الخراب ده موجود على الحدود ما بين الحبشة وما بين السودان هو عايز ياخد تلت المية اللي طلع من هناك مش من حقه اساسا خالص على الاطلاق يبقى له اي شيء طلع من الحدود سنة 2020 لما بعته سامح شكري ووزير الري عند ترامب بقى ملقناش غير ترامب هو اللي يقعد يحكم ما بين الناس وراح هناك وحاول يقنع المصريين انه مصر تتنازل بدل ما هي تاخد الحصة بتاعتها اللي بتاخدها 48 ونص لا بدلها تخصم منهم 3 مليار متر مكعب وده يروح لاثيوبيا وقبل وزير الري هناك واحنا معرفناش احنا معرفناش احنا زهر لنا ورق صورة صورة في بريزنتيشن معمولة مش عارف في جامعة اوكسفورد ولا جامعة كيمبرج واحدة من اتنين دول في الوسط ظهر كده في فيديو ظهرت صفحة عليها امضة وزير الري انه موافق على انه يتخصم 3 مليار متر مكعب يروح للحبشة مين اللي قال وبياخدوا قرارات زي الزفت وزي الطين بدوق بكل جهل من غير ما ياخدوا اذن الشعب يعني مش كفاية ودونا في دهية باتفاقية سد الخراب اللي راح مضى عليها السيسي 2015 لا ودلوقتي كمان رايح كمان يتفق على مية زيادة يدي حقها للحبش غير مقبول على الاطلاق خيانة عظمة فنيجي نلاقي حاجة بالشكل ده موجودة دلوقتي وتبنينا بس في صورة جانبية كده بس بنشوف فيديو ناخد نعمل فريز للقطة نلاقي اللي عليها امضة وزير الري المصر ممكن تكون مزورة ولكن حكومة محترمة لازم تطلع وتقول احنا بنتفاوض في كذا وده موقفنا في كذا وكذا انما ما تبقاش الحكاية ان احنا قاعدين بنلحق عليهم هم اتفقوا في الدرع على ايه نيجي من ناحية تانية نلاقي مش عارف القطريين ومسرحين علينا سواء قناة الجزيرة اللي اسوأ ادوارها ضد الشعب المصري في كل شيء بتتعامل فيه سواء غاز سواء مية نيل سواء اثيوبيا بصفة عامة مواقف كلها اسوأ ما يكون انا مش عايز بس استخدم ملافذ سيئة ولكن مش دول اللي هيجوا يقنعونا ان احنا نطلع نشعلق المية ان المية مية النيل افضلها انها تتخزن على المنسوب العالي فوق في الحبشة في الحضبة الحبشية احسن ما تبقى موجودة في مصر ولا في بحيرة مصر مين اللي يقول كده وانت تجيب لي اراجوز تحطه عندك تشغله عندك عشان يطلع يقول الكلام الفارغ دوت مفيش حد يقول الكلام ده ابدا وبعدين مفيش حد اصلا هيبقى قاعد في مصر ومستني ان اراجوز ولا عميل ولا موظف جايبينه في حتة تانية يقول لهم اه لا انتو احسن لكو خلوا المية حوشوها فوق في البلد التانية ده كلام فارغ طبعا كلام فارغ وغباء او خيانة او غالبا خيانة مش غباء فدي قصة القصة التانية قصة المناسيب احنا مضوا على كام وزير الري المصري قدام ترامب وغيره مضوا على ايه كونه ان السيسي رايح طلع يوم عشرين يوم خمسة يونيو عشرين تنتة وعشرين طلع وقال انه دعا اثيوبيا للعودة الى حل وسط يعني ايه حل وسط ما ده بقى القصة التانية بقى كمان اللي مطلقها الجهات الاماراتية بقى المرة دي يقولك انه محمد بن زايد عايز يخلي فيه حل وسط ترامب اقترح تلاتة مليار متر مكعة يتخصمه من حصة مصر تروح للحبشة والحبشة رفضت والحبشة مصرة على سبعتاشر ونص مش تلع هما بيقولوا مدام المية اللي بتطلع من من السد هي تمانية واربعين ونص دي اصول تتقسم على تلاتة مصر والسودان والحبشة رغم ان هي على الحدود يعني برع الحبشة براها على الاطلاق مصر مفروض تقبل بصفر مفيش اي شيء للحبشة اي تفريط في ذلك خيانة عظمة للشعب المصري فييجي محمد بن زايد رايح هناك رايح في العالمين الجديدة رايح يقابل السيسي على حد قول هذه الاشاعات وانا مش متأكد منها ولكن هم واضح انهم عاديين بيغنوا بيها كتير وصحف كتير بتتكلم ومواقع اخبارية منها الحرة بتتكلم عن هذا الموضوع انه الحل الوسط اللي بيقول عليه السيسي انه هو حل وسط ما بين التلاتة مليار اللي اقتراحهم ترامب والسبعتاشر ونص مليار اللي عايزهم ابيوت رئيس الحبش فبيقول لك حل وسط ما بينهم وسط مين مفيش الكلام الفرده كل وبعدين يقول لك هو ليه ليه محبت بن زايد مهتم لان المياه دي اللي هتيجي اخدوها الحبش هتستصلح اراضي تملكها الامارات في اثيوبيا موقف بلا شك معادي لمصر انا مش عايز ادخل ابدا على الاطلاق في انا ادخل ضد دولة عربية على الاطلاق مش عايز كده الشيخ زايد الله يرحمه كان راجل طيب واحنا كلنا الشعب المصري تربى على انه بيحب هذا الرجل ولكن انت لما تيجي عايز تقطع الميا عني والميا دلوقتي اللي بيتكلموا عليها اللي عايز تتصرف اللي عايزين بيقترحوها يصرفوها المصر هتقضي تكفي مصر فقط شهرين صيف او ثلاث تشهر شدة مش اكتر من كده شهرين صيف او ثلاث تشهر شدة مش مقبول على الاطلاق مش مقبول فانت كده انت بتفوضني على موتي ما ينفعش كده ابدا يعني انت تقبل على سبيل المثال ان انا روح واقول ان انا مؤيد لان السعودية تاخد واحدة البوريمي كلها من الامارات او انت تقبل ان انا روح اقول ان عمان لها الحق في كل الساحل المتصالح وان ما فيش حاجة خالص ما امارات تبقى في هذه الحالة ما في ناس بيقولوا كده انا مش عايز ادخل في القصص دي ولا الترهات دي ابدا انما انت لما تيجي تقول لي انك عايز تشيل ميا ان انا ما فيش ميا اشربها على الاطلاق يبقى انت متوقع مني ايه ولا هي الحكاية الفكرة كلها ان يبقى فيه دايما المي قليلة ما تكفيش غير شهرين او تلاتة شهر واكتر من كده لازم تبقى مؤدب ادب القرود طول السنة انت ادب وعمالة من اللي بيوافق على انه يدخل حتى في هذه المفاوضات وبدون ما يطلع الشعب عليها انا مش عايز اعود اتكلم اكتر من كده ده ده هو اساس كل الكلام كله المية ضعيفة جدا اللي طلع الفيديو ده ملتقت يوم تسعة سبتمبر يعني اول ما اتفتح انتهى الملأ مية ضعيفة جدا مستوى المية فوق رأس السد كريشتوف دي دام اقل من عشر سنتي اقل من عشر سنتي في حين انه هو المفترض في المعتاد بيكون حوالي تلاتة ونص متر من تلاتة ونص لخمسة متر فوق هذا المنسوب فاحنا ده يبين لنا قد ايه انه فيضان هزيل ولكن وبالاضافة لكده الحكومة الحبشية احتجزت واحد وعشرين مليار متر مكعب مخزون حي احتجزت تلاتة مليار متر مكعب فواقد اربعة مليار متر مكعب تعويض عن جفاف صرفته لمصر طول السنة الماضية فتلاقي كل الكلام ده كله ده موجود اقططع كله وبعدين نيجي نلاقي كمان بقى ظهرت الامضة انه مصر وقعت على ورقة بتعترف بيها انه عند الملء الرابع لستمية خمسة وعشرين عند منسوب ستمية خمسة وعشرين متر اجمالي تخزين هيكون تسعة واربعين وتلاتة من عشر مليار احنا دلوقتي احنا حتى على ستمية وعشرين مش ستمية وعشرين في مشكلة مصيبة كبيرة الامضاءات دي لازم نفهم مين اللي بيعملها ولازم يكون فيه تفويد ولازم يقفين نقاش للشعب المصري كله ما تبقاش الحكاية في الخفى وفيه تفريض بيحصل من وراء الشعب على الاطلاق مش مقبول الحل الكلام ده كله ايه فعشان نبقى فاهمين كويس ايه اللي بيحصل خطة وقف اقراض مصر هو اللي حاصل دلوقتي انه وقفين الامارات تحديدا وقفة عن اقراض مصر لغاية ما مصر تمضي على ورقة تقول انها موافقة موافقة على انه يبقى فيه متالتة اللي بيسموها قسمة عادلة لمياه سد الخراب قسمة عادلة يعني اللي طالع من الحدود الحبشية يتقسم على تلاتة وده طبعا غير مقبول على الاطلاق والقانون الدولي ضد الكلام ده القانون الدولي ضد الكلام ده الحل الوحيد لها ان الدولة نفسها المتضررة اللي هي مصر توقع على ورقة تاني تفرط في حقها وتقول احنا مفرطين ومتنزلين فلذلك هو محمد بن زايد جاي عايز الورقة دي اقوله دلوقتي لازم دلوقتي انه يتم استفتاء شعبي ان ممنوع اي اتفاقات اضافية تتعلق بمياه النيل بدون استفتاء شعبي مباشر وفوري استفتاء شعبي مباشر وفوري حول سياسات مصر تجاه نهر النيل نقطة من اول السطح اهم مليون مرة من انتخابات والكلام الفارغ اللي انتم عادي بيتكلموا فيه والضييع وقتكو فيه استفتاء شعبي فوري حول مياه النيل الحل هو ببسيط جدا حل كله في القاهرة في القاهرة لا في الحبشة ولا في اي مكان في الهوة في القاهرة هيتحل كل شيء تتغير تغيير جذري لسياسة التفريط والتخريب اللي بتحصل في مصر تاوي ما يحصل الكلام ده ونحط اولويات لمصر وللجيش المصري الجيش المصري لو عايز لو هو صيح جيش لمصر تتحط اولويات ليه الاولوية نمرة واحد بفارق كبير هي بلا شك تأمين مية النيل لايه تأمين حدود ولا الكلام الفارغ ده كله والكل لازم يكون فاهم كده وده هيحل المشكلة فورا فورا انما نحط شغل السهوكة اللي بيتم دوت وقعدين بنفرط في كل حاجة من وراء كتامي مش مقبول على الاطلاق في كل شيء تدمير كل شيء سرقة كل شيء نهب كل شيء كتامي بص على الصور بص على الفيديوهات